السلام عليكم أخوتي أخواتي داخل المغرب خارج المغرب كديرين بخير كنسلم على أخواتي لداخل المغرب وخارج المغرب وكنقول لكم الله معنا ومعكم أخوتي أخواتي كنشكر جميع المتتبعين اللي كيدخلوا عندي القناتي وكيعطونيكم منطيرة زوينين كنقول لكم شكرا 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 لكم جزيل شكر وتحية لكم كبيرة والله يخليكم لها وبكم أنتما باش أنا كنزيد كنقلب لكم عن القصص الواقعيين وكنجيبهم لكم باش تاخدوا منهم العبرة أخوتي أي قصة حطيتها لكم هي واقعية وحقيقة باش تاخدوا منها العبرة لكن بعد الحاجات في القصة تفرجي فيها كتقدر تبغي توقع لك أو تديرها بك شيء وحدى كتكوني سمعتيها كتديري أطنسيو كتبعدي أخوتي وخوتاتي السلام عليكم كاملين كنسلم عليكم من طنجة تل القويرة ومن القويرة حتى الطنجة أخوتي وخوتاتي أش غادي نقول لكم والله لا راكم كل شيء المتتبعين ديري كيكتبوا لي كومنتيرات زوينين راكم عزاز على قلبي والله أخوتي لا عزاز على قلبي لأن من الكومنتير ديال إنسان كتعرفي لمعدن دياله طيب شكرا شكرا لكم أخوتي وخوتاتي اليوم قصة لفقيه وحبيبة قصة لفقيه وحبيبة أخوتي وخوتاتي تل أخر ديال القصة تبعوا معي القصة الله يجزيكم بخير من البداية النهاية فضلا وليس أمرا وفي النهاية هادي تسمعوا باش بنا ذمي يبقى شي تيق أخوتي 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 هادي حبيبة كانت متزوجة متزوجة واحد الرجل الحمد لله أخدام وضطف هزها واكلة شاربة يجوا عند عائلتها يبكلهم يشربهم يعطيهم الهدايا يخلص لهم يعني يعني مهلا فيهم ولدت الولد الولد لدر له أسبوع أحسن أسبوع يستمعوا إقلاء كل حضرات مشات عود ثاني بإذن الولد وحد خمس سنين والدات عود ثاني بنية عود ثاني در له أحسن أسبوع يعني عيش معها بيخير فالولده اللي أولا كانوا بيخير والدت الولد الثاني بيخير وبيضوا شوية لمشاكل ربما السهد ديالي أحبيبكي يتخص لهم تتخصم مع الزوج يلال لول الرجل المزوجة به ديما تتخصم معها ديما ديما المشاكل مع رجلها ديما ديما وهي صابرة عندها ما تدير جوج الولاد ما عندك فين تمشي دائما وعندها واحد شجارة حدها ساكنة ديما كتدخل عندها كتلقى ديما حبيبة باكية ديك شجارة كتقول حبيبة مالك أختي فيما ندخل قعينك حمرينه ومنفخيني ربي السلامه وباكية حبيبة قتلها ونغام على المشاكل مع الراجل ها علش كتتخصمه قتلها كانت تخصمه غيرها كامرة على الدراري مراهكا مراهكا مرش قول الراجل تبدل بشات صافي ديما كتجي ديك شجارة كتلقى ديما حبيبة باكية قتلها والله تقول لي الحقيقة ما يمكنش انت يا يعني مع الزوج يالك أنك على الولادكم تناقشوا عليهم وغتبقى ديما تبكي ما يمكنش راتعنا كنت تناقش مع الراجل معه على الولاد قتلها نقول لك الصراحة الراجل بحلة وقيله ولا تعينه في شيء بلاسة أخرى بحلة ما نعرف ما بقاش بغاني مهم اللي درتوا لي ما بقاش كي عجبوه ولي عيرني كي يسبني ودي حبيبة أخوتي يعني غزالة تبارك الله ما شاء الله على الحداقة والنقو والبياضة وما شاء الله عليها ولي قلت لها ويا تقول لها جارتها أخوتي أنت غزالة لماذا ستجدها رجالة أخوتي أنه حب وسعادة وفرحة ويجد ولينا كله غير مشاكل وصدع ما بقاش كي يحملني ويا تقول لها جارتها يقول عنك حبيبة يقول لي نفكيبه هاد المشاكين انت وراجلك ويقول لي هاد الشي ويقول لي يلا نتك يقول لي هاد الافقه حبيبة ما امرها اصدد الفقه ولكن جارتها خاطير في الشي. انتتخليه تفقه ام صيبه وشاري لي ويجب أن ننجح في فعلية ونصفر وننجح في بعض المرات ننفعل ونصفر في غير طموبيل ونجح في أمسكت اختيت لها 500 درهم المرة الأولى اختيت لها حبيبة اختيت لها مصروف كما كان سنقص من المصروف لكي تجمع لك 500 درهم اختيت لها حبيبة اختيت لها حالة لكي تنقص ويجبت لها مصروف كملة سيمانة جاءت عندها شجارة قلت لها شحل جمعت قلت لها يلا جمعت 5000 ريال ما عنديش 500 درهم قلت لها شوفي انا غا نكملك على 500 درهم ونتسالها لك يلا هنوضي يلا ناضت بنت هالا الرود ولدك يمشي المدرسة بنت هالا الرود هدي حبيبة ومشت معها شجارة عند الفقه الفقه اخوتي في عمره سبعين عام اللي قالوا لي سبعين على بعد والله وفي العبارة وقالت لكي تريد غذر بيستيث بالتأكيد 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 ويكون في العبيب مجرد حبيبة قلت لكي تردت لكي يتردت لكي تنقص وكيف تنقص معي نفقيه عجبات وحبيبة قال لو أنت يا بقى غزالة ورجلك يدي لكك أحرم عليه قال أصافي أنا غادي نقلد لك الخدمة واللي عطيتك سري دري في الدار حبيبة كاتمشي كاتخدم ذك الشي اللي عطاها مرة يعطيها شمع مرة قاتلك كي يعطيها شي كتابة كيقولها محيهم ورشيهم في بيت النعاس كل مرة شنو كيقول لها ذك الشي اللي كي يعطيها مسكينة كاتمشي تديره حبيبة على قيبل أنا باش يرجع لها زوج دياله ولكن أخوتي من اللي كتدير ذك الشي ما بقاتش كتحمل الزوجي اللي هاني هائيا ولا تكتفكر عي في لفقه كتناس كيبالي هالفقه كتفق كيبالي هالفقه ولا تبغى بشي عند لفقه كل ده بساعة قاتل شارتها أختي أنا راها هاتشي اللي دار لي هدي حبيبة قاتل جارتها قاتل را ما بقيتش كنشوف فراج دي راكراته راولي تكتفكر عي في لفقه الناس بيه ونفق به وذك الشيلي فيك يقول يسيري لعنده قاتل أولي ما يمكنش قاتل أختيها جشيلي كين قاتل لا يا سيري عاودي يرجع عنده وقل لي يخدم لك رجعت عنده يعاودي يخدم لها هادك النهار اللي رجعت عاوتيني من بعد قاتلك عشرات المرات كتبشي وتجي وورقات كي يخدم لها كي يخدم لها المحبة ماشي بينه وبين راجلة بينه وبين ذك الافقية لغدار وكي يدي لها المحبة باش تولي تبغي لفقه فقه كي يخدم لها باش تولي تبغيه ماشي الراجل ها حيت عجباته صافي هذك المرات قاتلك العاشرة فاش مشات لعنده مبقات الصبرات قاتل وورا ولي تكلمون لي كرا ما عرفت شرنا راجلي سمعت مبقاش كان حمله هادي قلت أنا كان بغيك وتانا بغيتك من أول نظرة هذك النهار دار معها الرديل أخوتي نعست معاه ودارت معها الفحشاء والمنكر فهذك اللي بيت لي وحط فيه وكي يكتف فيه وكي يسبب فيه عمال الناس يحصره وحط فيه آية قرآنية وهذا بصيدش ولا تكدير النهارية ونهارك تجي لعنده نهارية ونهارك تجي عنده تحط بنتها في الروض تجي لعنده تبرك هي وياف بالعشق والحب والغارام صافي الراجل نساته ولا هو كي يعطاه المصروف لفقيه شوية شوية مبقاش كي يبالا الراجل قالت له فقيه أنا مبقتش حملت راجلي قال له صافي ذك شي تحن اللي يبغينا طلقي منه أجي ناخدك قالت له بصع قال له إيه ناخدك تخاصمت مع الراجل قالت له ده بطلقني الراجل هاته وكان على سباب أغي يطلق قال أزيدي الله يعاونك يا الله زيد دراري وزيدي تلقات أخوتي بقي ما كملت العيدة درعليها الفاتحة وجابها الفقي عنده للدار أرغم أن الفقيه مجاوج جوج عيلا تقبل هي رهية التالتة شوف أخوتي ماش تعرفوا كي نشتقى بالفقيين جات لعند الفقيه بركت إياه وياه شي بركت معه موي متوى ولدت معه ولد ولدت مع الفقيه كمنت العيدة ديالة درعليها الكاغط درليها ضارة بوحدة ببرط مات هي سكنة فيها إيوح كانت هي التالتة وعجباه دوك جوجة اللولة والتانية تلعوا ليه في الراس دايما عند حبيبة الفقيه ديما عند حبيبة صافي حي بولت مرت وصافي صباح والأشياء حملات دوزة تسع شرد لحمى الولدات ولدتي يلا بقي عندك الولد شي عام صافي عودتيني بدكارها بده ما بقاش كم مكان ما بقى بغلال لولا للتانية لا حبيبة صافي حي بكت نقش معك تقول له جايت الشي وش أنا جيت عندك نار لولا درت لي وصيبت لي وخليتني وليت كان بغيك وليت يدي لي وحرم عليك ولكن جاب لها تولادة تولادة معيشهم مع الفقيه قال له الساعة تولي الله بقعت عيشة مع العداب عودتيني مع الفقيه الفقيه ولا دير ليها غير ساكتة اللي قال لها الفقيه كتدير الخام يجيش عندها 15 يوم كيسيف تطلع المصروف وساكتها ما تقدر لها الدويلة تتكلم ومن اللي يجي عندك ما قال لها المعاشرة في البيت الزوجي يدير معها الدويلة قال لك ما كتتكلم ما كتقدرش قالت صابرة معه صابرة معه صابرة معه لو وزت معه احتذر تديك لبنت شي خمس سنين ما تلفقيه ما تلفقيه وهي تلقى صعوبة في حياتها قطرسها في الشارع طيب برطماني كان يقول لها حقا ديالو كاتب هالمرتو اللولة وكاتب هالمرتو الثانية تأيي برطمان اخرى وهي ما كان كاتب ليها والو كيف مات كيف لبسات حق الله كيف جالي أمول الدر ستخلص الكرا قال لها جاولي هازع من الناس قال لها خرجي من الدار عفوا قال لها خرجي من الدار نطلب لها الريحن ليشcho صعوبة لماذا لغة مشون اللطيف هذا الريحن جاولي لقد ديالو مرتون لولا كاتبها لها في السميتها جافعون ورحت يشب عليها المخزن ممكن تخلني فان ونخلص الكرا طلبت لها الكرة واحد تامان خيالي طلبت لها ستين وما عدت سبينا الفريق اللي قالوا ليا قلت لها ما نقداش نخلص انا شي من انا اخد دام انا ما اخد داماش يعني خرجت من اللي ما تلفقي خرجت ما عندها من عنده ووالو تحاجة الدار خرجت منها ما عندها لاخد ملار دماء مقات حصلة فاديك البنت ديالو عنده واحد لحانوز قالوا لي اللي كاري ديالة كاري المقازة كبيرة كاريها لشي شي شو هدنك يديروا لبيع وشرة سلعة كاريها معت بمئة وسبعين الفريال لشهر كيتتخلص كاتجي لديك البنت خمسة وعشرين الفريال هي اللي اعطاها في القانون كاتشدة كل شهر فقط ما شدت والو خرجت كاتخدم وكاتدمر على راسها صدقة ما هي مع رجل اللي تقلق عليها ما هي مع الفقائي اللي دار ليها الربطة والزعتة واخداته ما شدت ليدك ولا يخليك خوتي وخوتاتي هاد القصة واقعية وخطيرة ومولاتها بقى الان كتعيش في العذاب اللي بغيت نقول لكم بان حبيبة بقى الان كتعيش في العذاب والحرمان وتعدبات مع ولادها اللي أولين قالوا لاتي لي دارتي ومشتي من عند بباو ومعدبها مع البنت اللي ولدت مع الفقائي يعني عند قصة ديها لا صعيبة فيما كي يدروا مع الناس اي كتبكي اللي بغيت نقول لكم عمركم أخوتي ما تطيقوا تشو عاد الفقها ولي يقول لك غا يديلك مع عمر أخوتي المحبة يديرها لك الفقائي هرال كدوب اللي محبة من عند الله وعمركم ما تطيقوا في الرجال اللي الفقها اللي يقول لك نديره الرقية راك يديروا الرقية يدخلك شي بيت يدير الرقية ويدلك شي مصيبة يدوخك ويدير معك الرديل وما تجيبي اخبار حذي وريوسكم قديرا قالوا هانيساء أخوتي بقى غنجي لكم على قصة واقعية وزائد أخوتي ما أمركم تطيقوا في شي فقها يقول لك ندير لك ولا ما ندير لك را مليك بشي عند الفقها وتعجبها غا يدير لكم كما داروا الحبيبة غادي يصيب لك غا تقول لك تقول لك أنا بغيك ونموت عليك وتقول لك غادي عنده ما شي هو لك يقلب عليك أخوتي وخوتاتي أطنسوا العيالات عيقوا فيقوا ما بقينش تطيقوا في هاد الشي را السحر هو السحر لله سبحانه وتعالى والله إلا بغالك شي واحد را يبغيك ويحبك سوى راجلك سوى شي واحد كتعرفيه المحبة كتكون من عند الله من غير محبة الله ما كينتشي حاجة أخوتي أخوتي وخوتاتي هاد القصة واقعية وعطيتها لكم عبرة بشكل وحدات تاخد منها العبرة وباسلام عليكم تنجيكم القصة تانية وشكرا يا أعز متتبعين عندي